أتوجه بالشكر طبيعة الحل المكتب الوطني لشبهة العدالة والتنمية على هذه الدعوة كريمة وهذه الفرصة طيبة للقاء بكم مجدداً للحديث إليكم الحديث إلى شباب العدالة والتنمية في موضوع طويل عريض يحتاج إلى كثير من الأمل والاستشراف والتفاؤل طبيعة الحل لكي لا نكونوا متشأمين بالنظر إلى صعوبة المرحلة وصعوبة السياق لا شك أننا كحزب نشتغل في ظروف غير مريحة وهناك صعوبات لا تخطئها العين بالنظر إلى زلزال 18 تنبير وما بعده من تداعيات وبالنظر أيضاً إلى الحقيقة إلى بؤس الواقع السياسي المغربي إلى محدودية السياسة في المغرب اليوم لأن الانتخابات عادة تكون فرصة لإلتقاط المؤشرات والإدراك الحيوية للمجتمع فعلاقته بالشأن السياسي والشأن العام العزوف التي تشهده الانتخابات الجزئية وخايا انتخابات الجزئية ربما ليست دالة بشكل كبير على ما يعتامل في الجسم السياسي ولكن 6% من نسبات المشاركة هي نسبة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها نسبة مخيفة جداً وتؤشر بأنه نحن في نفق إذا لحتوك قلت بأننا سنسلح بالأمل والكثير من التفاؤل يمكننا أن نقاوم التفائلين طبيعة الحال أن السياسي بلا تفاؤل لا يمكن ولكن في التحليل إذا تفرضت علينا أننا نكون متشائمين فلا يمكننا أن نجاوز الواقع يمكننا أن نكون حالمين لكي نرسم صورة وردية غير موجودة في الواقع لا بد من الإدراك من المعرفة ولو أدت إلى التشاؤم في التحليل ولكن أن يستحثنا الأمل في غاضي أفضل أن نبقى حالمين بفكرة للتغيير والإصلاح فهذا طبعاً واجب أي مناضل أي وطني أي واحد كما يرص في الشأن العام خاصة في المجال السياسي طبعاً الموضوع الذي اقترحه علينا كعنوان للمناقشة في هذا السمر هو الحزب العدلة والتنمية أولويات المرحلة الأفاق المستقبلية والدور الشبابي المطلوب يمكن إذا خيرت بين الحديث بين هذه المحاور ثلاثة خيام متكاملة ومتقاطعة هو أنني سأتحدث عن الدور الشبابي أكثر من أي حديث آخر لكن لا بأس أن نتحدث في الواقع قليلاً يعني الواقع دينا رغم أنه أنتم معارفين أن حزب العدلة والتنمية يهيئ أوراقه للمؤتمر الوطني المقبل إن شاء الله بعد أشهر في مارس أبريل فهناك الجنات الحضيرية تشتغل من بينما تشتغلوا عليه على تحديث الأطروحة والعرض السياسي للحزب بمعنى أنه هذا حزب مقبل على تحديث الخطاب ديالو الذي سيخرج به إلى المجتمع من أجل طبيعة حل أن يعيد الصلة وأن يقنع المغاربة بالمشروع ديالو بعد هذه الفترة التي شهدت كل هذا الجدل حول موقع حزب العدلة والتنمية والمشاهد السياسي وهذا هو سؤال إشكالي اليوم ما هو الموقع ديالنا اليوم في المشهد في الساحة ربما لحت بأنه أكثر سؤال كان يتردد بعد 8 شتنبر من طرف العموم المواطنين البسطة اللي كانت عندهم علينا غيره أو عندهم علاقة بنا عموم المتابعين الصحفيين الأساتداء الباحثون عموما كانوا يتساءلون ما هو حزب العدالة والتنمية؟ سينوض من هذه الكبوة؟ أم لا؟ ما زال عندهم مستقبل أم لا؟ ما زال في مدار بقى في شيء تصبعين أحد أخرى؟ أم لا؟ صافي الله هذا 8 شتنبر هي النهاية هي السقوط الكامل طبعا على الحال الناس من لك تطرح هذا السؤال هي تستحضر ما هو حزب العدالة والتنمية؟ ليس حزب عادي لو كان أي حزب اللي هو كنجح بالأدوات الانتخابية العادية لأن أحزاب تمر بأزمات وبإخفاقات وبسقوط حر بعض الأحيان على المستوى النتائج ولكن تعيد إنتاج نفسها من جديد لأنها عندها آلية خاصة ولكن مما أنه حزب العدالة والتنمية يتميز بكونه أولا وهو نتاج حركة الإسلامية أساسا وهذا محدد في الهوية السياسية هذا حزب لا يشتغل بالأدوات الانتخابية العادية يعني يشمع الأعيان عنده أدوات تأثير على الناخبين يستعمل مناورة يستعمل تحالفات مرحلية عنده يدفع عليه في المؤسسات في أجهزة السلطة إلى غير ذلك هذا حزب بمصار خاص بهوية خاصة فالسقوط الانتخابي ربطه البعض بأنه نهاية هذا المشروع وطبع الحال هذا النقاش لا يخص المغرب لكي نربطه على الثاني السياق نحن ربما في المغرب نحن آخر قلعة سقطت بالنظر إلى سقوط النهضة في تونس وإلى سقوط قبل ذلك الحرية والعدالة في مصر وإلى تجارب الأحزاب التي تشبهنا كلها طويت ووضعت بين قوسين وانتهى الأمر بمعنى أن مرحلة الربيع العربي التي حملت هذه الأحزاب الإسلامية إلى السلطة والديناميات ديال الصعود وديال التوسع إلى غير ذلك التي عرفته هذه الأحزاب مع الربيع العربي انتهت بعد التورة المضادة كلهم حسب البلد الذي يشتغلوا فيه وحسب الخصوصية ديال المنطقة التي يشتغلوا فيها نحن بقناه مالخارة نصمدنا إلى 2021 فالسؤال الطبيعي إذا قمت بقناه الآن في جوجل نهاية الإسلام السياسي سيخرجون لك المئات المقالة محللين باحثين أساتداء مراكز بحثية قنوات صحفيين مجتمع إلى غير ذلك تتحدث على أن الظاهرة الإسلام السياسي بالنسبة إليهم يعني الأحزاب الإسلامية المرتبطة أو لأي سليلة الحركة الإسلامية انتهت وكيفية أطرحات أطرحات يعني كل أطرحة تدلل على الخلاصات التي وصلتها ولكن كلها تتفق تقريبا على أن ظاهرة الإسلام السياسي انتهت وهذه الأحزاب يعني فشلت في أن تتحول إلى يعني فعل سياسي رصين مواقع السلطة التي وصلت إليها مع الربع العربي كلها كانت لها فيها أداء سيء فشلت في تحويل الشعارات والبرامج ديالها على المستوى التنمي والاقتصادي والاجتماعي فشلت فشلت وبالتالي نحن أمام نهاية هذه الدائرة عمليا نحن نقوله بهذه المنطقة بهذه التحليل هذا أن حزب العدال والتنمية انتهى سياسيا انتهى بما في ذلك إذا اتطلعتم من الكتابات ديال حسن أريد وأعتقد أنه سيكون من ضيوف الملتقى سواء في المقالات دياله المنشورة أو في الكتابه الأخير إغراءات الشعبوية في الفصل الثاني ارتدادات الإسلام السياسي من الصلب إلى السائل طرح هذه الحسن أريد باختصار يقول بأنه يرصد الظاهرة الإسلامية في مصر وفي تونس وفي المغرب ويخصص حيزا كبيرا من هذه التحليل للعدالة والتنمية المغربي ويسرد صحيفة الإخفاقات هذه الحزب ثم يقول بأن الإسلام السياسي فشل هناك يعني فشل مدوّع على المستوى الانتخابي وهذا معناه أنه فشل سياسيا لأن المؤشر الأكبر على الفشل السياسي هو الفشل الانتخابي ثم يقول بأن الإسلام السياسي ستحول من الصيغة صلبة إلى الصيغة سائلة وهذا معناه أنه أن هذا المكون سيغير في الهوية سيتحول إلى إسلام سياسي آخر أو ما بعد الإسلام السياسي اللي هو الإسلام لا يشبه الإسلام سياسي بالمقولات دياله التأسيسية لأنه عنده صعوبات كبيرة ويصرد في الحالة المغربية يتحدث عن عن نقص في ثقافة الدولة عن البراجماتية المفرطة التي أدت إلى الانتهازية على التشبت بالسلطة في جميع الظروف بما يناقض المرجع يديد الأحزاب طبعا الحل الكباوات الأخيرة يرصدها كما هي متداولة تقريبا في التدول الإعلامي توقع على انتفاقية تطبيع تمرير قانون فرنسة العلوم تدريس العلوم بالفرنسية طبعا قانون قنا بالهندي إلى غير ذلك ويقول بأن المآل هو أن يكون هناك تحول في هذا المكون السياسي بما يتجاوز هذا التاريخ وهذه الجينات المقولات السيسية كلها لكن الغريب في الأمر هو أنه يتدارك في فقرة أخيرة ربما كتبت في الغالب كتبت بعد طفان الأقصى طفان الأقصى بالنسبة إليه وبالنسبة للكثير من الباحثين هو معطى جديد سيكون له ما بعده بخصوص تأثيره على الأحزاب الإسلامية ويقول بأنه قد تنتعش التيارات الإسلامية ولكن ليست المعتادلة منها بل المتشددة وأن الذي يحاول أن يركب الموجة لا يقوم بأمر سوى أنه يمهد الطريق لفاعل جدد هناك موجة جديدة من الإسلام السياسي تبرز في الأفق لكن موجة ستأتي بفاعل جدد بنظريات جديدة وفاعل جدد هذا هو الخلاصة أن ربما السياق لا يسمح بالأحزاب المعتدلة أن تستعيد مكانتها السابقة هذا هو تحليل واحد من الذين أدلوا برأيهم فيما يخص مستقبل الأحزاب السياسية أو الأحزاب التي تشمل هذا الكلام مهم مع شراء الشباب وقد يبدو أنه كلام نظري طبيعة الحال وهذه لا بدأ في المقاربة أن نوازن ما بين البعد الفكري وما بين البعد السياسي على اعتبار أنه لا يمكن أن نفهم المستقبل وشروط الولوج إلى صفحة جديدة في المستقبل ويبدو أن نفهم الأسباب التي وصلت بنا إلى ما وصلنا إليه لكننا ما سنقول لاحظنا أن الذي كان يقول بنهاية الإسلام السياسي سرعان ما راجع موقفه وسرعان ما ظهر تصرعه في الحكم على نهاية هذا المشروع بمجرد أن وقع حاديث طبيعة الحال هو الطفان الأقصى وما بعد 7 أكتوبر بالنسبة للعالم العربي الإسلامي وحدث مفصلي وكبير وله ما بعده وسيؤثر على مستوى العلاقات الدولية وموازين القوى في المنطقة والإشعاع الحركة الإسلامية عموما إلى غير ذلك ما في ذلك شك إذن يمكن أن نستنتج بكل بساطة وبكل تواضع أن كل الذين حكموا على هذا المشروع بالنهاية هما إما كانوا سابقا ينتظرون ويتحينون فرصة الإخفاق الانتخابي ليقولوا بنهاية هذا المشروع أو أنهم في أحسن الحالات ينطلقون من تعميم مخل بمقتضيات البحث بأنهم يتصرعون الحكم بالنظر إلى أنهم يأخذوا الواقعة للانتخابات بل هناك باحث فرنسي يمكن أن من يطالع هذا النوع من البحث اللي هو فرنسوا فرنسوا بورغال الفرنسي على عكس باحثين آخرين يقول بأن هذه الظاهرة للأحزاب الإسلامية ليست مرحلة عابرة وإنما هي هوية وهي دفاع المجتمعات ضد الاستعمار بأنها صوت الجنوب وطالما هناك فشل ديمقراطي وفشل تنموي في هذه الدول فإن الإسلام السياسي سيبقى صوتا لهذه الشعوب ورافعا لراية الدفاع لهذه المطالب إذن هذا الإخفاق حتى لا أطيل في هذا المدخل في لحظة من اللحظات ربما اليأس والإحباط يبدو أن هناك عطب كبير أصاب هذا المشروع وبأنه لم يستطع أن يفهم الميكانيزمات العامة السياسي وأنه لم يجد أرضيات مشتركة مع الحداتة ومع الدولة المعاصرة وبالتالي نحن أمام أزمة بنية بأن هذا المشروع هناك أمامه ثلاث سيناريوهات على الأكثر السيناريو الأول تتزعمه هذه المدرسة تقول بإعني الاندثار والتلاشي ديل هذا المشروع وأن هذا الموجة ديل ما بعد الرابع العربي ويقولون بتواتر فشل هذه التجارب التي عرفها العالم العربي وأنه مصره إلى التلاشي والاندثار والسلام هذه كانت موضة في السياسة كانت رد فعل على ربما على فشل المشروع القومي والنصيري والاشتراكية والدولة القطرية إلى غير ذلك وأنها كانت تجاوب عاطفة هذه الشعوب مع هذه المستجدات ولكن ليس له منقومات النجاح والاستمراري هذه الأطروحة الأطروحة الثانية تقول بالانكفاء الهامشية تقول صحيح هذا المشروع قد يستمر ولكنه هذه الأحداث أعادته إلى نقطة الصفر أو إلى نقطة البداية بأنهم إخواء المسلمين في مصر أو الحرية أو العدالة وحزب تحت ضربات الملاحقة والقمع يعني عاد إلى المقولات الأساسية الحسن البنات الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة وأنهم سيعيشوا على هامش المجتمع ولن يسيرها الدينامية المجتمعية والتحولات لكينا الأطروحة الثالثة في اعتقادي والأخيرة وهي الأهم وهي التي تأخذ بعين الاعتبار منطق السناني ومنطق الاجتماعي أن الأفكار لها سيرورة وتتحول وفي تغريقها يعني تعرف منعرجات هو المنطقة هي التجدد وأن هذه الفكرة السياسية هي قابلة للتجدد وأن انبعاتا جديدا سيكون للإسلام السياسي كما قلت ليستكمل مسيرة يعني الدفاع على الحلم المجهد أن تكون لهذه الشعوب العربية والإسلامية موقع قدم وموطئ تحت الشمس بين الأمم أن تستعيد نهضتها أن تستقل في قرارها أن تسترجع السيادة الشعبية أن حقها في التنمية المتوائمة مع أصالتها وهويتها أن مبررات وجود هذا المشروع لا زد قائمة وهذه الفكرة وهذه الأطروحة تقول بأن هذا المشروع سيبقى معبرا عن هذا الصوت وعن هذه الحساسية المجتمعية قد تفشل صيغة من صياغه وقد تصاب أداة من أدواته بالصداء أو بالترهل لكن فكرة ستعيش ربما مع أن تتبلور في سياغ جديدة وهذا هو المنطق الاجتماعي الذي نؤمن به البارحة قال استدعب إلى من كيران في كلماته افتتاحية يخاطبكم ويخاطب الشباب بأنه المعول عليكم أنتم أنتم جيل جديد نحن كان يتحدث عن نفسه الجيل المؤسس والجيل الذي حمل على أعبائه تمكين الحركة الإسلامية وتبشير بالمرجعية الإسلامية في العمل السياسي قال بأننا ننتهينا يعني كمنطق أولا منطق بيولوجي كالسنن وأن المعول عليكم أنتم الشباب طاقة جديدة دماء جديدة انبعات إلى غير ذلك لكن حتى بالمنطق الاجتماعي والمنطق التاريخي لا يمكن أن نعول على الجيل المؤسس في أن يبدأ دورة جديدة من العمل السياسي بهذه الخصوصية التي نتحدث عنها وهي الانتماء لمقومات المرجعي الإسلامي وهذه الفكرة على بساطتها هي الجوهر الذي يمكن أن نتحدث عنه وأننا أمام فرصة لتجديد هذا المشروع لتجديد هذا الخطاب للبحث عن مساحات أخرى للفعل و للعمل أن نؤمن بأنه الذي يحكم على هذا المشروع بالتلاشي أو الاندطار أو الهامشية أو الانكفاء على الدات هو جاهل بطبيعة هذه الحركة وأن العمل السياسي سيستمر وأن المطلوب اليوم فقط أن نجتهد أن نجدد أن نطور و لذلك أنا بصراحة جئتكم محرضا على المشاغبة الفكرية والسياسية اليوم مطلوب منكم أن تبصموا هذا المسار ب ما تشكلونه من تطلعات جديدة مساءلة ونقد وانفتاح ومراجعة وابتكار وملاءمة ما بين الصيغ العمل الجديد وما بين المقومات الأساسية لهذا المشروع وهذا يقتضي طبيعة الحل من شبيبة العدالة والتنمية وعموم الشباب أن ينتبهوا إلى أن البيعات من جديد يقتضي أولا استعادة الأدات حزب العدالة والتنمية هو أدات في هذا المشروع الإصلاحي استعادة الأدات تكون بأن نضخ فيه حيوية جديدة أن نعمل على تصليب عوده وأن ننتبه إلى حالة ترهه ربما أو الكمون أو الكسل أو الفطور الذي قد يكون أصابنا بعد تمنية شتنبر وأن نعيد الألق إلى هذه الآلة التي استطاعت أن تبهر المجتمع في لحظة معينة وأن ينتبه المجتمع إلى ما قدمناه من صيغة متفردة في العمل السياسي جمعت ما بين النضالية ما بين التضحية والمبدئية والبحث عن صيغة لخدمة الناس والملاءمة مع الواقع المتجدد ف دور الشباب المطلوب اليوم ليس شيئاً آخر غير هذا الشيء الذي نقول أن ننتبه إلى أنه يعني انبعاد جديد لهذا المشروع يقتضي مننا هذا الجهد ويقتضي مننا استعادة النضالية قبل أن نستعيد المبادرة النضالية هي أولاً نزرع من جديد روح تطوع وروح الفعل وأن هذه السياسة كفعل نبيل هي دفاع عن الناس دفاع عن المظلومين هي قضاء حوائجهم هي انشغال بالهموم الكبرى عوض أن ينكفئ كل مننا إلى خويصة نفسه أن يبحث لنفسه عن موقع عن يعني أن يؤمن مستقبله الخاص وهذا طبيعة حل مطلوب ومشروع وليس هناك أحمق هذا كلنا نريد أن نؤمن لأنفسنا المستقبل والوظيفة والبيت والأسرة والاستقرار إلى غير ذلك ولكن في نفس الوقت أن ننتبه إلى أن ليس المطلوب فقط هو هذا وإلا سنكون هوام وجزء من العوام التي تساق على غير هدى وعلى غير وعين منها وأن نكون مجرد منفاعلين لافاعلين مبادرين استعادة المماظرة في حزب العدالة لو تنمية تقتضي أيضا أن نجدد هذه الأطروحة التي دفعنا عنها والتي تعرضت في المسار دي العشر سنوات من التدبير الحكومي والتدبير من مواقع يعني المؤسسات المنتخبة تعرضت إلى كثير من الخدش وإلى كثير من يعني سبارك الله خمسة دقائق قرامة نقوله تجديد هذه الأطروحة كما قلت هو عمل جماعي أنا أستغرب بكل الصدق كل صراحة كيف أن حزب تعرض لكل ما تعرض له وهو مقبل على المؤتمر ونحن نعيش نكاد نعيش فقرا مدقعا على مستوى النقاش العموم على الأقل نقاش بين بنات وأبناء الحزب والمتعاطفين معه نقاش الأطروحة تجديد هذا العرض السياسي الذي نحن مقبلون على تسويقه في المجتمع لكي ينتبه هذا المجتمع من جديد إلينا ما هي الحلول التي سنبتكر ما هي الإجابات ربما لدينا إجابات عن أسئلة قديمة ربما لن نطرح الأسئلة الحقيقية الشباب يجب أن يكون سقفه مرتفعا أن يسأل الأسئلة الكبرى هل الفشل لهذا 8 شتنبير هو فشل استراتيجي هل هو مرحلي هل هو مرتبط بمعطيات موضوعية الله غالب لا يمكن تجاوزها أم فيه حضور دات فيه سوء التدبير فيه القصور عن السور والرؤية والتصور فيه ترهل فيه تأثير ممارسة السلطة فيه إعاقات ربما تصورية كانت لدينا وكثير من القضايا أن نقف على وأن نتجاوز ما وراء العنوان هذا الشيء للتطبيع وقعنا هذا المشهد الثلاثين ثانية ولا تقل في ساعة الدين عثماني يوقع مع هذا الصهيوني بسيط مشهد سريع في الزمن ولكن له طريق صيار من الحديث ومن النقاش لماذا وقع ما وقع هل كان بإمكان سمعتم مستفى الرميد يقول بأنه كان بإمكانه أن يرفض هل صحيح هل صحيح ذلك إذا كان مستفى الرميد هو رئيس الحكومة وضع في ذلك السياق هل كان سيرفض هل أمر مرتبط بتقدير شخصي أم هي يعني معطيات مرتبطة بتقدير دينا العمل هناك كثير من الأسئلة ومن الحفريات التي يجب أن نقوم بها في تقييمنا للأداء دينا السياسي في هذه العشر سنوات قلت بأنه المؤتمر المقفل بغض نظر على الأطار الذي يمكن أن تحدثوه لا شأن لكم بما بمن سيستمع إليكم المهم هو أن يكون لنا فعل أن يكون لنا إسهام في هذا النقاش إذا كنا ننتمي حقيقة إلى هذا المشروع لنا غيرة عليه ألا نكتفي فقط بالانفعال بما تقوله القيادة القيادة عندها منطق ديالها قيادة الحزب والحركة الإسلامية عموما وما سياسيون في نهاية المطاق والسياسي يؤمن بأنه لا صوت يعلو فقط صوت المعركة ويؤمن بالتعبئة وبالحجد وبالجاهزية التنظيمية لكن نحن من موقع آخر يمكن أن نمارس هذا الشغب المطلوب والشغب الإيجابي وأن نسائل هذا المشروع طبيعة الحال من موقع المناصرة وليس من موقع أن ننكث على غزل إخواننا ولا من موقع المناصرة ومن موقع المراكمة الفكرية والتنظيمية إلى غير ذلك وبالتالي هذا ورش كبير مفتوحة أمام الشباب أن تكون هناك نقاشات مفتوحة مقالات أوراق طروحات مرافعة إلى غير ذلك من الأشكال لأننا بصدد لحظة مهمة جدا في المصاري الإعادة البناء وإعادة البحث عن موقع جديد يناسب تاريخ هذا الحزب ويناسب الأمام التي علقت عليه هناك مهام تصد لها حزب العدالة والتنمية والأسف أجهدت هذه المهمة أجهدت بفعل فاعل وبتقصير ذاتي منها كيف السبيل إلى استئناف هذه المهمة كيف وما هو السبيل إلى استئناف هذه المهام مستقبلا هذا سؤال عريض لست بساطة طبيعة الحال أنا أقترح عليكم رزنا ما من الإجراءات والتدابير التي يمكنه لا يمكنش الوحي أنا لا تحشى لي الوحي ربما لدي أسئلة أكثر من الإجابات وهذا هو المطلوب اليوم أن لا نركنا إلى المعلب إلى الإجابات الجاهزة أنه سائل كما قلت من موقع المناصرة المشروع والإسهام الإيجابي فيه وبالتالي الشباب عموما الشباب العدالة والتنمية في ظل كما قلت النقاش الذي هو على المستوى العربي والإسلام ليس نقاش خاص بالمغرب هذه التجربة الأحزاب يعني المنطلقة من المرجع الإسلامية انتهت إلى ما تعرفون ونحن كنا جزء منها في المغرب من خلال حزب عدالة والتنمية هناك من كان طبعا الحال ينتظر هذه النهاية هناك من وجدها فرصة لإغلاق هذا القوس لكن نقول أننا موجودين ببساطة باقي الموجودين باقي الموجودين وهذا المشروع ما زال عنده صلاحية ربما من وقع الصدمة في الثمانية شوتنبير كان هناك إحباط وكان هناك يأس وكان هناك انكفاء على الدات وكان هناك تراجع العدد دينا اليوم أقل من العدد دينا بالأمس ربما يمكن النص نص مشاق يمكن ليس مهما لأن النواة التي تأسس والتي تبني لا يطلب فيها العدد نهائيا النخبة التي تقود لا تتجاوز في مئة ثلاثة في المئة البداية دينا هذا المشروع كان أقل بكثير من هذا العدد بالتالي نحن بالتأكيد لم نرجعنا نقطة البداية كان الذي يقارن العدد الذي حصلنا عليه دينا 13 مقعد بالنتائج الذي حصلنا عليها في 97 أنا كنقول هناك فارق كبير جدا بين نتائج دينا 97 و دينا 2021 هناك فارقات وبالتالي من المهم جدا منهجيا أن نمتلك هذه القدرة على أن نصبر أغوار هذا الموضوع وأن نمتلك المفاتيح فيه وأن نراجع لكتوبة تكون ذاتي حقيقي لكي نمتلك الأدوات النقاش لأننا في ساحة الأدوات الحرب فيها كثيرة ولكن الذي يمتلك نظري لكي نقول لكم حسن أريد لأنه باحث محترم تفقنا ولكن أطرحة في الموضوع كيف سنؤسس لنظرية جديدة على الأقل نكون مساهبين فيها ولو بسؤال ولو بفكرة هذا التعلق بالجدوى الجدوى والجدوى بجوج النقاش هو مهم لأننا مقبلين في مرحلة المقبلة ستكون انتخابات وسيكون 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 وسنواجه العزوف أكبر عدو في اعتقادي سنواجهه والعزوف هو اللامبالاة للناس لأننا حزب يراهن على التصويت السياسي لنحن حزب الأعيان ولا حزب السلطة ولا حزب الرجال الأعمال وتصويت السياسي يأتي في إطار سياق يتحيى الأمل في السياسة اليوم كانت تجريف السياسة وكانت موت نسبي لهذا العمل السياسي الناس يطرح من أبناء التنظيم وأبناء الحزب والمحيطين بنا يطرح سؤال الجدوى من العمل السياسي والجدوى من المشاركة في المؤسسات ماذا أننا سنحقق انتصارا انتخابيا سيقول في النهاية المطاف إلى هزيمة سياسية هذا سؤال مشروع سنجدول للجواب ليس معناها أن قطرحت السؤال عنده الحق ولكن تساؤل مشروع سنواجه العزوف ونواجه أننا لم نعد جدابين كما كنا في البداية كان النقص في الجاذبية مرتبط كما قلت بذلك الخدش الذي أصاب الصورة بشكل جماعي لأن نحن الناس كانت تحكم علينا من خلال الشعارات من خلال الصورة التي روجناها عن أنفسنا بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات أصبحوا يحكمون علينا من خلال الأداء وهذا الأداء لم يكن دائما في المستوى كانت هناك أخطاء وكانت 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 فالجاذبين الفكرة تحتاج إلى عمل وأن نكون طبيعة الحل في مستوى إعادة الألق إلى هذا المشروع الكبير نحن مؤمنين بأن هذه الحساسية التي نمثلها وهذا الأمل الذي نمثله ما زال قد يكون الناس غضبوا علينا ما وارد بالنظر إلى أنهم لم يروا أشياء مشجعة حبما أننا في طريق تدبير تدبير عمل السياسي اللي قمنا به خسرنا خسرنا طبقات معينة ربما فقدنا الحاضنة الاجتماعية الكتلة المحافظة التي كانت تصوت على الحزب من أجل طرحاته المرتبطة بالهوية الهوية ضربناها في مقتل قانون التعليم التطبيع في كذا في كذا ربما طبقة المتوسطة التي ساندتنا أيضا لم نكن معها على وفاق عمنا إصلاح المقصة إصلاح التقاعد كذا 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 هذا المسار طبيعة الحال من المهم جدا أن نتساءل على منطق استراتيجي الإصلاحات الإصلاحات التي قمنا بها كانت موفقة هل كان ضرورية هل اختل فيها شرط من الشروط هل كانت في غير محلها في غير وقتها هل تمت تلاعب بنا في لحظات معينة هذا نقاش الشباب بجدارة هذا الذي نقوله كيف نحول هذه الفضاءات إلى ورشة التفكير إنتاج سياسات عمومية طبعا الحال ليس من السهل أن ننتج سياسات عمومية جديدة ومناط السياسة في نهاية المطاف المتوقفة على السياسات العمومية التي يمكن أن نقترحها أو ننفذها والسياسات العمومية معضلة السياسات العمومية أنها في منطقة وسط في مساحة رمادية ما بين المبادئ والمثول التي ندافع عنها والتي نحلم بها والطامحة إلى التغيير وما بين الواقع بإشكالاته بمنافعه بمصالحه بتناقضاته المسج بين طرفي هذه المعادلة هو الذي ينتج سياسة رشيدة وسياسات عمومية فعالة وهذا جهد يعول على الكثير من التجديد والابتكار والمساءلة ربما كانت السياسات التي اقترحناها قاسرة في يعني البلوغ إلى هذا المقصد ربما ضحينا بالمبدأ أكثر مما ينبغي لأن في نهاية المطاف لا بد أن نعترف بأنه الفعل السياسي لا يمكن أن تتشبت بالمثول يعني بشكل رومانسي مجرد السياسة تقتضي منك مرونة تليين هذه المبدأية لكي تتحول إلى فعل الواقع لا يمكن أن تستوعبه إذا تصلبت على المستوى المبدأي والسياسات العمومية هي لقاء متوتر بين طرفين لهذه المعادلة بالضبط كما قلت إنتاج هذا الأمر ضبط هذه المساحات الرمادية هو الفعل السياسي بالضبط دكتور نعم أسفة لا أسفع المقاطعة لا معلش سكت وقفني لأنه كان أخت أمينة والسياة عبد حافظ ستدخل مرايب لن نتقل لكم وأكيد أنكم استمعتوا لا يوجد الكفاية من كلام هذا اليوم يوم طويل في ثلاثة هذه المحاور ليس سهلا وباقي نرجع النقاش أتمنى أن أكون قد لامست طرف من المطلوب في هذه السمر وأعوّل إن شاء الله على التفاعل والنقاش إن شاء الله ولحقا